اسمحوا لي اخوتي المغربة هذا اليوم يوم العياقة احنا هنعيقه اليوم نوينا نعيقه فاحنا هنشوف موضوع العياقة دي موضوع العياقة اللي تخلي الواحد معيق وعيق وفايق والكلام ده فاحنا هنشوف ايه حكاية العياقة دي يعني العياقة دي قصة حدوتة حكاية رواية حاجة غريبة مش يعني انا لفيت مدن مغربية كتيرة وسألت ناس كتيرة عشان بس نجمح كلمة العياقة عشان كلمة واحدة بس عشان نجمعها وطبعا ما هنقدرش نجمعها كلها عشان كده انا بطلب منك واي حد عنده حاجة عن العياقة يكتبها لنا في التعليقات فلفيت مدن كتيرة وسألت وسألت الناس وسألت الاصدقاء عن كلمة العياقة فانا هعرض عليكم كلمة العياقة هيا كلمة طبعا محيرة كلمة واحدة بس لها اكتر من معنى لها اكتر من مرادف لها اكتر من عياقة يعني شوف معايا سيدي يقول لك ايه كيعيق واطحة كيعيق كيعيق خد بالك يقول لك فيه العياقة مش كيعيق بس لا كيعيق حية تاني فيه العياقة يعني في دمه في دمه العياقة خد بالك يقول لك فيه العياقة بالزاف يقول لك عقتي عيقتي عيقتي يقول لك معيق معيق خد بالك من اللي جاية دي يقول لك عقت بيك خد بالك شوف عقت بيك دي الناس اللي في الشرق عقت بيك غير فيه العياقة فيه العياقة حاجة وعقت بيك حاجة عقت بيك يعني فجستك يعني جبت آخرك يعني عرفتك يعني ما تعمل ليش فيها عفرية وتتزاكى علينا عقت بيك يعني جبت آخرك يعني خلاص انت اصبحت مكشوف بالنسبة لي شوف الكلمة اه كلمة وحدها ولكن شوف ده معنى وده معنى شوف كيعيق هدي معنى وعيق بيك هدي معنى تاني شوف بقى الحلوة بقى يقول لك بركة ما تعيق علينا بركة ما تعيق علينا يقول لك دك الشي معيق بزاف دك الشي معيق بزاف يقول لك بلا ما تعيق علينا يقول لك عيقنا بيك يقول لك عايق وفايق يعني شوف كلمة شوف كلمة واحدة بس شوف فيها كم معنى شوف كاي عيق فيه العيقة بالزاف عيقتي معيق عيقتي بيك بركة ما تعيق علينا دك شي معيق بالزاف بلا ما تعيق علينا عيقنا بيك عايق وفايق شوف كام عياقة في العياقة ما احناش عارفين ان هي العياقة اللي فيها العياقة يعني ده بقى ده بقى انا تنعق عليكم واش ده بقى انا انا عياقت عليكم ما نعرف المهم انا بغيتكم تشوفوا لي هذه الكلمة اللي عنده مصطلح تاني في هذه الكلمة احنا دوغت بنحاول نفكك الدريجة المغربية لتسهيل فهمها ولتقريبها للناس انت شوف كام عياقة هي انت من ساعة 8 وانت صغير وانت كتقول في العياقة وعيقت وعيقت بيك وكده لكن لكن مردتش البال يمكن لهذه العياقات بزاف شوفش حال من عياقة هنا فاحنا عايزين نعيد تفكيك هذه العياقات علشان ما نكونش احنا معياقين وقيل انا اللي عياقت عليكم فاللي عنده حاجة فيها العياقة يكتبها لنا يضفها لنا في حال مثلا ده احنا نقول المغرب بعيقه المغرب بعيقه بزاف علش علش عيقه بزاف المغرب بعيقه فهدي الكاز زي الكاز العالم علش عيقه يعني شوف عندها معنيين خد بالك عندها معنيين عندها معنى هزلي ومعنى جد المعنى الهزلي ان احنا نقول المغرب بعيقه كيف يزعم عيقه وعده احسن مدرب واحسن لعابة والمركز الرابع واحتفال اسطوري والعالم كله كيهضر عليهم وعياقته بزاف هاد فيها ايه فيها الفكاهة عيقته من كتر العياقة يعني عيقته يعني زدته فيها من كتر العياقة فقسته ناس اخرين فقسته شي عديان ما بغوش المغرب يزيد واحد خطوة للامام ده بقى لكانت هذه العياقة بهذا المنطق دايما نكونوا معيقين إلهي دايما كل يوم نكونوا في كل كاس نكونوا معيقين في كل إنجاز نكونوا معيقين ما عندنا حتى مشكلة إحنا غير نعيقه ونفقصه عباد الله ما يهمناش فشوف الحلاوة بتاع الكلمة شوف الإعجاز بتاع الدريجة المغربية عايزكوا يا جماعة تستطعموا الكلام ده تستطعموا الحلاوة بتاعت الدريجة المغربية دي الناس اللي تتقول لك الدريجة المغربية حرشة شوف أش من حرشة أش فين هي الحرشة جاء فين هي الحرشة مع كويس اتايا اخوانا تشوف الحلاوة بتاعت فانتو ساعدوني ان احنا نوصل الكلام ده وبرطاجوا الحلقات ولو اي حد عنده مصطلح في العياقة يكتبهونا وايه البتاع دي ايه البتاع ديات اللي انا ما زكى فيه دي انا مش عارف فرحان ان انا اشطريتها مع اني مش عارف فيه هي عياقت انا وقيلة يلا اخوانا بلا ما نعيق عليكم بلا ما نزلنا عياقة عليكم اللي عنده شيء حاجة في العياقة يعيق يكتبهونا في التعليقات وايه وشكرا